تفكيك مئات الخلايا وإفشال عشرات العمليات الإرهابية فضلاً عن عمليات رصد ومراقبة مستمرة لإحباط أي محاولة من شأنها ضرب حالة الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا هي باختصار جهود عكفت عليها قوات سوريا الديمقراطية منذ إعلانها القضاء على تنظيم داعش الإرهابي عام 2019 في آخر معاقله بالباغوز شرقية سوريا نجاحات ومكاسب عديدة حققتها قسط خلال السنوات القليلة الماضية في حربها ضد خلايا داعش وهي من الأولويات حالياً في سبيل القضاء التام على التنظيم الإرهابي الذي يتغذى على دعم أطراف خارجية ما شكل مصاعب وتحديات عدة لجهود محاربة الإرهاب وجعل مسألة إلحاق الهزيمة النهائية بداعش تنظيف طريق وعر لا مفر من عبوره للحفاظ على استقرار المنطقة ولعل التغييرات الأخيرة بمناطق النفوذ والسيطرة في المدن والبلدات المحتلة شمالية سوريا وسيطرة جبهة النصر ذراع تنظيم القاعدة في سوريا بأوامر تركية على عدة مناطق إضافة للتهديدات التركية المتواصلة هي من أبرز عوامل استمرار خطر داعش وأخواتها من المنظمات الإرهابية في شمال وشرق سوريا حقيقة سيطرت تنظيم تحرير الشام أو هيئة تحرير الشام على شمال وغربي سوريا أو مناطق المحتلة في شمال وغربي سوريا يعني أن الإرهاب يعيش مجددا وينتعيش من خلال هذه المجموعات التي لا تفرق حقيقة عن تنظيم داعش إرهاب لذلك لا يمكن الحديث عن القضاء النهاي على الإرهاب سواء في مناطق دير الزور أو تلك الواقع في الشمال على خطوط التماس وشروط الحدودي لكن اليوم الشروط الدائمة هي مستمرة وهي غير متوقفة حتى الآن بورة الإرهاب التي تكبر يوما بعد يوم في شمال السوري المحتل بدعم تركي وضعف الدعم الدولي المقدم للإدارة الذاتية والتجاهل المتواصل لقضية محتجزي داعش وعوائلهم في شمال وشرق سوريا تعد من أبرز العراقيل التي تقف عائقا ماما جهود القضاء على خطر الإرهاب بالتزامن مع تحديات أخرى تتعلق بالظروف المعيشية والاقتصادية نحن نقول بأن مناطق شمال وشرق سوريا هي مؤمنة بفضل جهود قواتنا في مختلف تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية جمع القوات الدولية والشركاء الدوليين الذين نعمل معهم بشكل ثابت ومستمر لكن هذه الجهود ليست كافية لتحقيق الهزيمة النهائية للإرهاب والقضاء على الفكل الرهابي يعني هناك عدة مجالات علينا العمل عليها لسيام التعليم والصحة والاقتصاد إضافة إلى العاش المنطقة اقتصاديا مما سيسعم في دعم جهود قواتنا الأمنية والعسكرية تحديات كبيرة تواجهها قوات سوريا الديمقراطية وهي تبذل جهودا حثيثة لمكافحة الإرهاب يقول مراقبون إنها تستدعي تحركا دوليا شاملا يتضمن عدة إجراءات على رأسها ردع تهديدات الاحتلال التركي المستمرة ودعم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر